لو سألتك على ضوء بقى صفقات الاهلي الجديدة وريدة سليم موجود دلوقتي والراجل المهاجم الجديد مودست الصفقات بتعطي النادي الاهلي الجديدة مع امام عشور لو قلت لك تشكيلة مثالية للاهلي طبعا التشكيلة دي بتتغير حسب كل مباراة بس انت شايف افضل حجاش اللاعب يبدأوا مع النادي الاهلي يكونوا مين عايز تشكيلي يعني اه طيب عندنا في الشناوي في حراسة المر الشناوي عندك باكريت محمد هاني محمد هاني وعندك اكرم توفيق يعني بس انت خلي بالك الاهلي ما تقدرش تقول تشكيل اساسي قوي لان الاهلي عنده كسافة مطشطة عالية والراجل اي مدرب بيمسك نادي الاهلي لازم يعمل روتاش انت الحضاش اللي انت بتقولهم دول لو انت عندك اللاعيبة كلها جاهزة وبتخد 11 والباقي كله قائمة طبعا قائمة النادي الاهلي كلها هي لعيبة كلاس اي كلاس اي وانك مجبر تغير لان هتخش في ايجادات وحتخش في اصابات وحتخش في الهبوض محمد هاني ياسر ياسر عبد المنعم معلول معلول مروان ندفد سليا وامام سليا وامام سليا وامام سليا 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 انت لو تثبت كريم ندفد كريم ندفد حطه كريم اصل كريم كريم من ولادنا كريم من ولاد النادي الاهلي حلو وعنده شخصية النادي الاهلي حلو ماشي عشان ما انتقش عن تشكيله هنرجع على كريم ندفد تاني فكريم ندفد وامام عشور او عمر السليا مع مروان عطايا ده سلاسي وسط الملعب التلاتة اللي قدام بعشان دي حكاية حسين شحات وبرستاو اه موديس موديس بقى عندك كهربا لا موديس هتبدأ بمين بص موديس ده هيتحط على طول صح كده اه يعني عايزين ايه نشوف الموتور كده هيشتغل هسعلك السؤال لو عايز تلعب بريدا سليم كمان في التشكيلة دي تعمل ايه اه لا هيخش بقى ما هبص اس خلي بالك انت النهاردة عندك فريق واخد افريقيا انت مش داخل على فريق معلش يعني لح انت داخل على بطل افريقيا صح داخل على بطل دوري اه داخل على فريق واخد خمس بطولات فانت بتتكلم في ايه انا بحوض اشوف بقى اشوف الدنيا ايه بس انت عندك بيرستاوي اه اه طبعا الريدا سليم لعيب عالي اوي لعيب قوي وفرطة مش طبيعية اه وسرعة يعني عنده سرعة وعنده مهارة وعرضيات وعندك حسين الشحات وعندك طهر محمد طهر وعندك احمد عبدالقادر وعندك احمد عبدالقادر وعندك كريم فؤاد لو بيرجع كمبيل افجناه اه وكريم فؤاد طبعا كريم فؤاد برضو في الحتة القدام دي خطير جدا يعني كريم فؤاد كنا بنشوفه باك اه لكن لما لعب قدام اه يعني لعب اصادي في مباراة الجيش اه اتنين واحد كنت انا مسك الجيش اه اللي عنده لا مركزية ايوان يعني ممكن تبقى لقيه واقف في الجناح اليمين مثلا فانت اتكلم الباكليفت يا اخوة بالهم تبص تلاقيه راح جاري سبرينت وقطع ما بين السدبكين يعني بعيد خلص طلع الباكليفت من المعادلة صحيح فعنده لا مركزية في طريق جاريو ودي من اخطر الحاجات اللي التلاتة اللي قدامنا عندهمش مركزية في الجاري بتاعهم بالتالي بتلغبط اي دفاع فكريم فؤاد من العيبة الهيلين بس انا بتكلمك على حاجة هتبدأ بيها ويبدأ بقى ايه خلي بالك استفاريه الاهلي لازم المنافسة بقى قوية ايوان كولر اللي نجحه السنة اللي فاتت انه عمل منافسة خلى اللعيبة كلها واقفة يعني على مشتر جليم زي بقول لو رجع حسين الشحات حسين الشحات بس فاكر حسين كم الاول ما كانش بيلعب معاه طبعا فاكر وقعد كم مطش ما كانش بيلعب معاه لما رجع حسين قصر الدنيا لنهاية تموس خدع السلعي كهرباء رجع بص منين من لأ هو عمل عمل تفارات لمستويات لعيبة كتير نتيجة اني محتش متطمن على مركزه كريم حاسس ان يوسف ممكن بكرة الصبح يلعب عليه ويوسف هو بيلعب يا خباراب يد انا لو ثانية كريم هيرجع يلعب تاني فالاتنين كل ده المستحطة في فرق صح